اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة وأبدأوها بالعنوين المظر أولاين الحوثيون يستخدمون القوة لإجبار مواطنين على الاستماع لزعيمهم المياه الطافحة في شوارعهم منذ أيام ومواطنون في عدن يناشدون لإنقاذهم ومن أخبارنا المنوعة البنتاجون ينشر مقاطع فيديو لأجسام مجهودة في السماء أهلا بكم هل حدث أن طلب منك أحدهم أن تستمع إلى دروسه تحت تهديد بندقيته وإن لم يكن قد صادفك من قبل فهو يحدث الآن في اليمن وعنوان موقع المظر أولاين الحوثيون يجبرون مواطنين على حضور مجالس رمضانية لنشر أفكارهم والاستماع لمحاضرات زعيم الجماعة وقال الموقع نمليشي الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها فرضت مجالس رمضانية وأجبرت مواطنين للحضور إليها والاستماع لمحاضرات زعيم الجماعة وقالت مصادر في محافظة إب للمصدر أولاين نمليشي الحوثي تقوم بعمل تجمعات لمواطنين تحت مسمى المجالس الرمضانية في القرى والعزل بمختلف مدريات المحافظة وبحسب المصادر فإنه يتم إلزام مواطنين بالحضور اليومي ليعطائهم دروسة حوثية أو توزيع ملازم لحسين الحوثي الأب الروحي للميليشيا كما يستمعون لمحاضرات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي والتي يلقيها بشكل يومي طوال شهر رمضان في جانب آخر متعلق بمحاولة فرض أفكار الجماعة الحوثية تقوم قيادات حوثية بتوزيع خطب الجمعة على خطباء المساجد وتفرض آخرين للقيام بالخطابة لنشر أفكار الحوثيين عندما أكد الأطباء أن الصالح المسؤول في ميناء الشحر كما يقول موقع عدن الغد أصبح أول يمني تتأكد إصابته بمرض كوفيد-19 سارعة السلطات بتتبع تنقلاته من في محاولة لحماية أحد أكثر دول العالم عرضا للخطر من تفشي الوباء وبعد قرابة ثلاثة أسابيع ما زال الأمر لغزا ولا يعرفون ما إذا كانت أول حالة إصابة مؤكدة مختبريا في اليمن هي بالفعل لفرد يمثل أصل ما يمكن أن يكون تفشيا مدمرا بشكل غير عادي وتعكس فجوة المعلومات عدم قدرة اليمن على رصد عدوى تذل دولا بلغة أثراء نهيك عن مكافحتها فاليمن يقف عاجزا بسبب فقره في معركته على فيروس كورونا المستجد كما أنه منقسم إلى مراكز قوى متنافسة وبنيته تحتية طبية المنهارة بسبب الحرب وتعتبره الأمم المتحدة يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم الطف مساني ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن قال إن انتقال المرض فيه يمكن أن يكون مرحلات الحالات الفردية وهي مقدمة محتملة لعدوى عنقودية عن الطفلة التي قدت مسيرة إلى مجلس الوزراء قبل عقود في صنعاء وطلبت أن تستمر مع زميلاتها في الرابع الابتدائي بالتعليم وأيضا عن الأستاذة الجامعية التي أسست كلية الإعلام في جامعة صنعاء كتبت الأستاذة المساعدة بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة صنعاء الدكتورة بالقصة علوان مقالا ننشر أجزاء منه بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل الدكتورة رؤوف حزر في حي الطبري بصنعاء القديمة وفي أسرة علم شرعي ولدت أمة الرؤوف حسين الشرقي وكان من الطبيعي أن يكون لتلك الأسرة المحافظة بصمتها على شخصية تلك الطفلة إلا أن ما حدث هو العكس فقد كان لها البصمة الواضحة على أسرتها وإخوتها وأخواتها وأطفالهم أيضا كما كانت لها بصمة على كل من تعامل أو عمل معها كان من الممكن أن تنتهي مسيرتها التعليمية لعدم وجود مدرسة بنات عند الصف الرابع الابتدائي غير أنها وزميلاتها وبقرار شخصي توجهن إلى رئاسة الوزراء مطالبات بمواصلة الدراسة وبالفعل صمح لهن بمواصلة الدراسة في مدرسة البنين كان تألقها في الإلقاء بشكل ملفت طريقها للانضمام لبرنامج الأطفال في إذاعة صنعاء الذي قدمه الراحل بابا عبد الرحمن مطهر وخلال فترة وجيزة أصبحت معدة ومقدمة برامج وقارئة أخبار حدث ذلك على غير علم من سورتها وللتخفي كانت ظهورها أثيريا باسم رؤف حسن الاسم الذي عرفت به حتى اللحظة إلى أن سورتها تقبلت عملها بعد ذلك كما تقبلت كل مشاركاتها وليس من الغريب أن نجدها الأولى والمؤسسة في الكثير والكثير من المجالات كانت المواطنة الحقوق الحريات وحقوق الفئات الأضعف قضيتها الأولى بعيدا عن التماءات ضيقة حزبية أو مناطقية والنهوض بالنساء والرجال على حد ثواء بما تتطلب أوضاع النساء من تركيز أكبر لتجاوز الفجوة الكبرى المبنية على النوع الاجتماعي همها الذي كرست له الجهد والبحث والعطاء روف حسن بجسدها الصغير وابتساماتها التي لا تفارقها في كل وقت وحركتها الدائمة وقضاياها التي شغلت حياتها القصيرة عمرا العامرة إنجازا نعت نفسها قبل رحيلها واختارت لشهر زاد أن تسكت لكن الواقع يقول إنها لم تسكت ولن تسكت ستظل سيدة البدايات ورأيذتها التنوير هل هناك ما يهرب منه الانتقال في عدن حين قفز إلى إعلان حالة الطوارئ والحكم الذاتي؟ هذا ما تجيب عليه مطالبة أهالي عدن فمدينتهم لا تحتاج إلى بيانات بل إلى من يحل مشاكله اليومية ووفقا للموقع بسط مواطنون في عدن ينشدون لإنجادهم من المياه الطافحة في الشوارع منذ أيام وقال الموقع نشد مواطنون في مدينة عدن السلطة المحلية بالمحافظة والمنظمات الإغاثية إلى سرعة التدخل لإنجادهم من المياه الطافحة في الشوارع وطالب المواطنون في حي الرضوان بمنطقة الممدارة في مدرية الشيخ عثمان بعدا طالبوا بسرعة شفط المياه الغاصة بشوارع الحي منذ تدفوق السيول التي شهدتها المدينة قبل أيام قال سكان محليون للموقع بسط نميها الأمطار التي أغرقت مربعهم السكني بمدرية الشيخ عثمان تعرقل حركة سيرهم خصوصا النساء والأطفال وتحولت إلى مستنقعات باتت طافحة بالحشرات والبعوض الناقل للفيروسات والأمراض المعدية المشهد بجملته يبدو سينمائيا في كل ساعة من اليوم والمدينة بامتدادها خاوية تجنح لصمت جنائزي إلا من عويل الريح وأزيز الرصاص الشوارع والأسواق مغفرة من زوارها منذ سنوات وأمست مجرد ساحة للزوبعات الرملية التي تعصف بين الحين والآخر أبواب المحلات التجارية سائبة بينما الاستراحات والمطاعم والفنادق شاخصة في الفراغ هكذا وصف موقع خيوط مدينة يمنية كانت لا تتوقف فيها الحياة وعنوان الموقع حرض بين زمنين من مدينة لا تنام إلى مغارة أشباح لم يسبق منذ اندلاع الحرب في اليمن أن خلت مدينة يمنية أو كادت من السكان كما حدث بمدينة حرض المحاذية للحدود السعودية في الشمال الغرب من اليمن لقد تحولت إلى ميدان مغلق للمواجهات المستعرة بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً والحسيين وبموازات هذه المواجهات خلقت مآسة إنسانية بالغة الألم والعمق قبيل الحرب كانت حرض توصف بالمدينة التي لا تنام وهو وصف دقيق بالمعنى الحرف للكلمة حيث تعد إحدى أهم المناطق الاستراتيجية والاقتصادية في اليمن نظراً لوجود منفذ حرض أهم وأكبر المنافذ البرية التي تربط اليمن بالسعودية تسبب توقف الحرب المنفذ بسبب الحرب كان يدر إرادات على خزينة الدولة تقدر بعشرات المليارات سنوياً فضلاً عن توفير فرص عمل لألاف الأياد العاملة إلى جانبه كان قبلة للمستثمرين المحليين يسيطر الحسيون على مركز المدينة حيث أصبح البقاء فيها مستحيلاً بعد أن أمست مصرحاً مفتوحاً للعمليات العسكرية الطيران لا ينفك في سمائها عن التحليق والقصف وأرز كل مظهر متحرك على الأرض ليكون بعد ذلك هدفاً يغدقون عليه لهيب القذائف السفير اليمني في الأردن علي العمراني يكتب عن المشاريع التي تساهل الجميع في البداية معها ولم تتم واجهتها حتى أصبحت في وضع يصعب علاجه وأضافه في مقال تنشره بالقصف يقوم المشروع الانفصالي والمشروع الحثي على جملة من الدعاوى الزائفة والأكاذيب المضللة لكن كثيراً من المعنيين جهات وشخصيات تغاضوا كثيراً وطويلاً عن تفنيد ومواجهة مضامين هذين المشروعين الخطيرين حتى استفحل خطرهما وصار مدمراً ويبدو كأن كثيرين منا يفيقون متأخرين على أخطار لم تكن في الحسبان مع أنها واضحة للعيان ونطبق الأمر على أشخاص يفترض أنهم واعون ومدركون وعلى جهات ومؤسسات مسؤولة وقادة سياسيين والحقيقة فإن مواجهة المشروعين لم تتم في أي وقت على النحو الصحيح وبالمستوى المفترض وإلا لكانت الصورة ونتائج مختلفة نتذكر كم ردد الحوثي من مزاعم ومغالطات وهو يزحف نحو صنعاه وهناك من كان صامتاً عنه وآخرون كانوا يرددون مزاعمه الكاذبة ويتبنون تضليله حتى اجتاح العاصمة وأخرج الجميع كان المشروع الانفصالي منبوذاً ولم يكن يستطع أحد المجاهرة به لما يجلب من الخزي والعار حتى بدى الأمر نتيجة للدعاية وتضليل والتعبئة من جهة والصمت والتغاضي والتردد من جهة أخرى وكأن المشروع الانفصالي هو الحق وغيره الباطل ما يزال الخطاب السياسي والإعلامي اليمني واهناً وباهتاً ومتلعثماً تجاه المشروع الانفصالي بالذات مع أنه لم يبقى في عدل الدولة آثار يذكر منذ انقلاب غسطس الماضي كثير من الساسة والقادة اليمنيين يبدو خجولاً ومتفلسفاً عندما يزم إظهار الموقف الحازم الصارم تجاه مسألة مصيرية تتحلق بوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه بينما لا أحد يقبل ذلك على نفسه وبلده أقصد التجزئ والتقسيم بما في ذلك أولئك الذين يدعمون ويتبنون مشروع الانفصالي والانفصاليين يبدو أن مفهوم إعلان حالة الطوارئ لها شكل آخر لدى الانتقالي فرغم نشره عدداً كبير من ميليشياته إلا أنه فشيل في إيقاف حياة الناس وحركتهم في المدينة وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط جول في عدن بلا طوارئ تقول الصحيفة أنه سادت حالة من الاطمئنان أظهرتها وجوه المرة والمتسوقين والحركة في شوارع المدينة لتنفضى مبارة طوارئ ووفقاً للصحيفة فإن ذلك يعود إلى أن سكان عدن حاضرون مما شاهدوا من مواجهات تامية تدور رحاها داخل مدينتهم كان أخيرها أحدث أغسطس الماضي تضيف الشرق الأوسط هادت الأوضاع إلى سابق وضعها وتوارت حالة الترقب الاستنفار التي سادت الشارع العدني وقال أحد المواطنين للصحيفة تعب الناس من الصراعات ويبحثون عن من يساعدهم بعد الكارثة التي حصلت تتابع الجريدة عدت التوائر الحكومية للعمل بشكل أعتيادي وتبددت المخاوف كشفت الحكومة اليمنية الشرعية عن جملة من الاستفزازات والخرقات التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في العاصمة المؤقتة عدن قبل أن يتوج ذلك بإعلان حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للجنوب وتعنون صحيفة العربي الجديد حكومة اليمن تسرد استفزازات حلفاء الإمارات انتحال للدولة وتمييز مناطقي هذه هي المرة الأولى التي تسرد فيها الحكومة اليمنية الشرعية هذا الكم من الاستفزازات التي يقوم بها حلفاء الإمارات في عدن كما أنها تأتي بعد ساعات من دعوة تحالف السعودية الإماراتية الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات والتنفيذ الفوري لاتفاق الرياض وزير في الحكومة الشرعية اتهم المجلس الانتقالي بتنفيذ الحاملات العالمية المسيئة وانتهاك الحقوق والحريات وإشارة تمييز المناطقي وبث روح الفرقة والانقسام وإخفاء الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأضاف الوزير خلافا لروحي ونصوصي اتفاق الرياض واصل الانتقال تعطيل مؤسسات الدولة واقتحامها بما فيها مطار ومصاف عدن وميناء الزيت ومنع المحليات من أداء مهامها ومنع توريد الإرادات للبنك المركزي الكتب باتريك انجفين كتب في صحيفة وست فرانس الفرنسية مقالا ترجم خصيصا لقناة بالقص عنوانه بحرب جديدة في اليمن قال فيه أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن الحكم الذاتي للأراضي التي يسيطر عليها بحكم الواقع منذ الصيف ولا سيم عدن المدينة الثانية في البلاد تم إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في عام 2017 من قبل محافظ عدن السابق وهو يجمع بين مجموعة من الحركات السياسية بما في ذلك الإسلاميون وزعماء القبائل تحلم قيادة المجلس الانتقالي بحكم اليمن الجنوبي السابق الذي كان موجودا بين عامي 1967 وعام 1990 والذي كان مدعوما من قبل الاتحاد السوفيتي في عام 2015 خلال هجوم الحوثيين الكبير انضم الجنوبيون إلى الرئيس هادي للدفاع عن عدن اختارت كل من مملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة طفلا مدللا لتدعمه السعوديون غمروا معسكر هادي بالنفط والأسلحة وفعلت الإمارات الشيء نفسه مع المجلس الانتقالي ظهرت التوترات الأولى في وقت مبكر جدا بين معسكر هادي والجنوبيين اعتبارا من ينائر 2018 خلف القتال في عدن 38 قتلا و300 جريح في كل مرة حرص السعوديون والإمارات على إنعاش الإخوة الأعداء كما هو الحال في نوفمبر 2019 عندما تم تجنيب الطرفين مواجهة جديدة بفضل اتفاق لم يطبق أبدا يعطي مساحة أكبر لجنوبيين في حكومة هادي المنفية في الرياض لم يعد الاتفاق ذا جدوى أصبحت مصالح السعوديين والإمارات متباعدة للغاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي شن حربه في اليمن لإثبات شرعيته كملك مستقبلي لا يوجد أمامه أي حل إلا الانتصار على الحوثيين بينما بالنسبة المحمد بن زايد الشيخ الإماراتي فقد حان الوقت لإيقاف التكاليف والاستفادة من المكاسب الجيوسياسية التي تفتح طريقه لشرق أفريقيا رغم تنامي الانفاق على التسلح فقد بغتت جايحة كورونا الكثير من جيوش العالم فهل تعيد الحكومات رسم سياساتها الأمنية للتسلح في مواجهة فيروس كوفيد 19 وأمثاله وفقا لموقع الدي دباليو الألماني فيروس لتره العين يغير السياسات الأمنية للدول إذا التهديدات التقليدية يملك الجيش الأمريكي جاهزية واستعدادات عالية لكنه بالتكيد غير مؤهل لاحتواء مخاطر بيلوجية بوزن جائحة فيروس كورونا عدم الاستعداد على مستوى العسكر لمواجهة تحديات مرضية لا يقتصر على الجيش الأمريكي فقط إذ يرى الخبير العسكري الروسي إليكسندر غولتس بدوره أن القيادات في بلده لا تتخذ إجراءات مناسبة للتصدي للجائحة ويقول بهذا الخصوص الجنرالات مستعدون دائما لخوض حروب الماضي ويقول غولتس وهو نائب رئيس تحرير موقع الالكتروني أمريكي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بممثلين عن مركز الصناعات الحربية وركز بوتين على كيفية تأمين إنتاج وتصدير مزيد من الأسلحة يبدو أن أفلام هوليود وخاصة تلك التي تتحدث عن الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة ستتحول إلى واقع فصحيفة القدس العربي تقول أن وزارة الدفاع الأمريكية تشرت مقاطع فيديو التقطها طيرون تابعون للقوات البحرية تظهر أجساما مستديرة مجهولة تطير في السماء بيان صادر عن البنتاجون أكد أن المقاطع التي تم تداولها لسنوات في وسائل أعدام مختلفة هي مشاهد حقيقية رصدتها القوات البحرية الأمريكية وأشر البيان إلى أن البنتاجون قرر نشر الفيديوهات من أجل التوضيح للجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي جرت تداولها حقيقية أم لا وضف أنه بعد المراجعة الدقيقة قرر البنتاجون السمح بنشر هذه الفيديوهات لأنها لا تكشف عن أي قدرات حساسة أو أنظمة ولا تؤثر على أي تحقيقات لاحقة حول توغلات المجال الجوي العسكري من قبل ظواهر جوية غير محددة وأوضح البيان أن الصور المسربة للصحافة بشكل غير رسمي بين عامي 2007 و2017 اتقطت من قبل وزارة الدفاع الأمريكية في عامي 2002 وعامي 2015 وتظهر في الفيديوهات هذه أجسام طائرة مجهورة مستديرة الشكل تتحرك بسرعة صورتها كاميرات طائرات البحرية الأمريكية الأطفال يلعبون في الشوارع هذا ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية لتظهر العودة التتريجية في بعض دول العالم للحياة الصبيعية والتجول في الشوارع بعد التخفيف من قيود حضر التجوال النتجة عن تفشي بايروس كورونا أهلا سواء ترجمة نانسي قنقر عدد من رثومات الكريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر